موسيقى متوفي ان ظهرت مشكلة من 2003 ورفع بها اواضل غاية وقتنا هذا 2018 ومخدتش لغاية دلوقتي اي افادة واجابة المشكلة هي ان اخي انتح الاسمي وسافر به ليبيا وتجاوز واحدة مغربية هناك وتوفى هناك فلما انتحل شخصيتي ومات وزور خلاص علمت ان ساعة الوفاء ان هو كان منتح الاسمي وبلغت ممراته ان عادل توفى بعتنا لها فاكس للسفارة في ليبيا والكنسولية وعرفت ان انا ايه مش جوزها ومع ذلك وصلت التزوير بعد ما مات وجات ولدتنا في مصر بنتها وسمتها باسمي وبعد ما عرفت ان انا مش جوزها وبعد كده كل يوم والتاني ادور عليها عشان نمشي في تغيير الاوراق مبلقهاش مشيت مع المحامين اربعتاشر سنة وما فيش اي حل لغاية وقتنا هازم فجئت ان هي رايح تطلع اعلام وراسل اسمي علشان تورس فيها وانا عايش فجئت ان ايه كايري مول مصلحة الاحوال الشخصية جات خدتني من البيت فجئت لتعالى انت مزور لعلم حضراتكم ان انا معايا جميع اوراق ما تزبط ذلك ومعايا البطاقة جددتها مرة واثنين وهي بتقول ان انا متوفر من الفين وثلاثة وانا مجدد البطاقة الفين وخمستاشر حدرتك مدير بنك اه سابقا اينا وبالمعاش وبالمعاش وخارج من الخدمة على سن الستين حدرتك وهي ويا لما راح الكايري مول مش يتموها هي بالتزوير لا اتهموني انا بالتزوير وجبتي جواب من البنك ان انا لم اغادر للايه البلد من ساعة تعييني في البنك لغاية تروع لسن المعاش اللي هي بس ان انا طلعت حج قرعة تابع وزارتي الدخلية سنة 2011 وفجئتي بعد ما عملوا معايا المقابلة ديت في كايرو مول واتعامل محضر وقفوا معاش بلغوا المعاشات باقاف معاش تب انا دلوقتي هصرف منين المعاش موقف من واحد اتناشر معايا اني انا موجود وما ليش اي دخل ولا اي مصدر رزق غير هو المعاش من ضن الجلسات اللي حضرتها اقرت قدام وكيل النيابة اللي انا مش جوزها وفيه شهود كان كده وموجود معايا واق الاوراق تزبت كده من الفين وثلاثة غاية دلوقتي الاقضاية تشاهد وغاية دلوقتينا هذا ما تنظرش فيها اشتركوا في القناة